بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم النهاردة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية بيزداد اشتعالا وبيؤذن بأن الأمور باتت في أسوأ حالتها سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية خاصة في مخيمات جنين وطول كرن أتصور أنه في غزة استعادت الجيش الإسرائيلي لجسس ستة من أسرى في أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس اكتشف الإسرائيليون أنه في ستة تم قطعتهم بالتأكيد إسرائيل آلة حماس فعلت هذا للضغط على إسرائيل للوصول الاتفاق حماس أكدت على لساء عزة الراشق أنه إسرائيل هي من فعلت هي من قتلت هي من أدت إلى مقتل هؤلاء وحملت حركة حماس إسرائيل مسؤولية مقتل ستة من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يبقى عندي هنا حقيقة واحدة وشائعات كثيرة الحقيقة أن ستة من بين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس ماتوا دى الحقيقة ماتوا فين في أحد أنفاق قطاع غزة اكتشفت إسرائيل هؤلاء بعد 72 ساعة من مقتلهم قيل في الرواية الإسرائيلية أنه حماس اكتشفت أن إسرائيل قد تقترب من معرفة مكان هؤلاء وإذا تأكدت إسرائيل من مكانهم سأكون بتحريرهم الرواية الإسرائيلية بتقول فقامت حماس بقتلهم قبل أن تصل إليهم أياد الجيش الإسرائيلي دى الرواية والسردية الإسرائيلية الرواية والسردية الحمسوية بتقول أنه إسرائيل عندما وجدت الأسير العربي البدوي الذي تم إطلاق صراحه خلال الفترة الماضية من أيام تأكرت إسرائيل أن في هذا المكان ربما يكون أسرى آخرين فهاجمت بدون تركيز أدت إلى قتل أو مقتل الأسرى الإسرائيلي يبقى حماس بتقول إسرائيل اللي قتلتهم بالخطأ إسرائيل قتلت أسراها في أحد الأنفاق في خطاع غزة بالخطأ من اللي بيقول دي حماس أما إسرائيل فتؤكد أنه حماس حينما رأت أنه إسرائيل قد اقتربت من تحرير هؤلاء الأسر الستة قامت بقتلهم فعند روايتين عند رواية إسرائيلية بتقول حماس اللي قتلتهم بدم بارد وعند رواية حماسوية بتقول إن إسرائيل قتلتهم بالخطأ في كل الأحوال لدي معلومة مؤكدة ولدي خبر مؤكد أنه هناك ستة من الأسرى لدى حماس قد قتلوا إسرائيل استعدتهم كجسس إلى الأراضي إلى تل أبيب هذا المشهد أدى إلى تغيير في الكثير من المعادلة إيه اللي حصل؟ أهالي الأسرى في حالة هيات شديد وحقهم في حالة غضب شديد وحقهم لأنه كانوا منتظرين أن يتم الاتفاق على هدنة فيعود أسرهم النهاردة اكتشفوا صحي ومنهم صبح على عودة جسس لستة من الأسرى داخل الأراضي الفلسطينية ده الكلام ده أدى إلى حالة حراك بنشوف يعني تابعتها لأنه الحقيقة بين الستة الأسرى اللي قتلوا فيه كثير بيحمل الجنسية الأمريكية لذلك يعني الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوب قال إنه تحطم قلب أمة بأكمالها وأواسي أسرهم من كل قلبي وأعتذر عن الفشل في عادتهم إلى ديارهم طبعا بايدن الرئيس بايدن قال أنا مصدوم وغاضب وما جرى لن يتم السكوت عليه يبقى الرئيس الإسرائيلي قال أنا حزين ومصدوم والرئيس الأمريكي قال نفس الكلمات أنا حزين ومصدوم جراء يعني هذا العمل طبعا حركة تحماس وعلى لسان عزة الرشق قالت من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والإدارة الأمريكية بسبب انهيزها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان طبعا أحداث غزة أدت إلى مقتل أو استشهاد حوالي 40690 فلسطيني وإصابة أكثر من 94060 أيضا مواطن فلسطيني بن يمين نتنياهو خرج حزينا وغاضبا ومترددا وقال أتعهد بجعل حماس تدفع الثمن غاليا بن يمين نتنياهو في مأزق شديد في ورطة شديدة لأن ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية بقتل ستة أسرى سواء قتلتهم إسرائيل بالخطأ وفقا للرواية الفلسطينية أو قتلتهم حماس عن عمد وفقا للرواية الإسرائيلية فمن يتحمل الثمن في كل حالتين هو بن يمين نتنياهو عدم مرونته وعدم رغبته وعدم صدقه في محاولة الوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى أدى إلى مقتل هؤلاء الستة تاني بقول وفقا للروايتين المتماقدتين المتماعرتين بين إسرائيل وبين حماس الذي يتحمل المسؤولية هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قال أنه شعر بالحزن لسماع نبأ مقتل الرهائم واتهم حماس بقتلهم بدم بارد وقال إن إسرائيل ستحمل الحركة المسلحة المسؤولية كما اتهم حماس بإحباط جهود وقف إطلاق النار وقال من يقتل الرهائن لا يريده اتفاقا وسوف تدفع حماس الثمن باهزا لكن سيموتريتش وزير المالية الإسرائيلي المتطرف قال سنواصل ضرب حماس حتى ندمرها عن بكرة أبيها إحنا وراء حماس لما نقتلعها من جزرها وده كان في تعليقه على مقتل الجنود أو الأسرة الإسرائيليين الستة ليلة أمس لكن يقير لبيد اللي هو زعيم المعارضة الإسرائيلية قال إنه أنا بادعو كل المؤسسات وكل النقابات إلى إضراب شامل في إسرائيل للضغط على بن يمين نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار والوصول إلى صفقة وهذا تم فقط بعد عودة الأسرة الستة الذين قتلوا جسساً إلى تل أبيه يعني بعد ما رجعت الجسس اتكلم من يمين نتنياهو قال أنا هقدم حماس سيموتريتش قالك لازم نخلص على حماس يقير لبيد دعا الإضراب عام قال يا جماعة إحنا لابد نضغط على الحكومة من أجل الوصول الاتفاق لعودة الباقين الأحياء لأن الستة الذين قتلوا كانوا ضمن الأسماء التي قدمتها حماس للمفاوضين أثناء محاولة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق الضغط أيضا نقابة العمال الإسرائيلية بتؤيد دعوة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد وبتدعو للإضراب الشامل وقالوا غدا ستوقف اقتصاد إسرائيل مين؟ ده نقابة العمال الإسرائيلية بتوافق وبتؤيد دعوة يائر لبيد زعيم المعارضة بإضراب عام في إسرائيل ضغطا من النقابات العمالية على الحكومة على بن يمين نتنياهو من أجل التوصل إلى وقف الإطلاق النار وعودة المختطفين أو الأسرة الإسرائيليين لدى حركة حماس ضغطا من النقابات العمالية